وإلى هذا الخبر العجل حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التشادي محمد اليدريس ديبي بمدينة العالمين الجديدة هذا وقد عقدت كلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التشادي ضيفا عزيزا على مصر مشددا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وعلى حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في تشاد على كافة الأصعدة من خلال نقل ومشاركة الخبرات المصرية في مجالات بناء القدرات والكوادر تشادية في مختلف القطاعات التنموية كالطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية إلى جانب التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بالغ لضمان أمن واستقرار تشاد استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة الرئيس محمد إدريس دبي رئيس جمهورية شاد حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين موسيقى 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 المترجم للقناة هذا وقد عقدت جلسة مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بالرئيس شادي ضيفا عزيزا على مصر مشددا على عمق العلاقات التاريخية الوطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومن جانبه أشاد الرئيس محمد إدريس ديبي بالعلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين وقد اتفق الرئيسان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين في أسرع وقت ممكن لتنفيذ ما تم التوافق عليه والإسراع بإدخال مشروعات التعاون المشترك حيز التنفيذ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين كما تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات الجارية في السودان والأمن في منطقة الساحل الإفريقي وتعزيز التنصيق بشأن دور تجمع الساحل والصحراء كما تم تأكيد دعم البلدين لكافة جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة وتعزيز الأمن في منطقة الساحل في مواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة اشتركوا في القناة